موسيقى انتهاك القداسة لمواجهة انتشار الاسلام رسائل شنكهاي الى امريكا عملية قبرص التي يقودها الموسى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعتمد الغرب وقوى محددة في الغرب مرضمات صهيونية ماسونية على اسلوب يكرره باستمرار هذه الايام كما لاحظتم وهو انتهاك المقدسات انتهاك القداسة لدى المسلمين بشكل خاص محاولة نزع القداسة عن المقدسات الاسلامية باشكال مختلفة وهذه وسيلة من وسائل هؤلاء لمواجهة انتشار الاسلام انتشار الاسلام في الغرب كما تعلمون بدأ لافتا واصبح الدين الاسلامي هو الدين الثاني في الدول الغربية في اوروبا بشكل خاص وعموم الغرب وحتى في الولايات المتحدة الامريكية هذا الامر اخذ يفزيعهم يرعبهم صحيح هناك حرب دائمة مستمرة نحن لا نتحدث عن نظرية المؤامرة نتحدث عن حرب وجود لا اقول حرب حضارات لا لا حرب وجود لمحاربة الاسلام لانهم يريدون القضاء على الدين الاسلامي وبالتالي مبس من انتشاره لا لا تفتيته من الداخل عبر نشر مفاهيم وافكار مختلفة منها بالتأكيد موضوع انتهاك الحرمات وانتهاك القداسة ما يتعلق بالقرآن الكريم هو ليس مجرد حرق هذا المصحف الذي امامكم الذي حصل امامكم وتكرر مرة مرتين ثلاثة في دول متعددة من ضبلها بالطبع السويد الهدف الاكبر الذي يجب ان ننتبه اليه احبائي هو انهم يريدون انتهاك مضموء ما في داخل هذا القرآن افكار هذا القرآن رسالة القرآن التي هي تعبيد الناس لله الواحد القغار ونشر رسالة التوحيد ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون فتتم قضية عملية انتهاك القداسة ومحاولة نزع القداسة من المقدسات الاسلامية بوصفها واحدة من اهم الاساليب التي يتبعها الغرب وخصوصا فيما يتعلق بالهجم على القرآن الكريم الهجم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما لاحظتم في موضوع مجلة شارلي إبدو الفرنسية انتهاك حرمة علماء مراجع دين من ضمنهم طبعا المرجع الديني الكبير الامام آية الله السيد علي خامنئي وليس بوصفه فقط قائدا سياسيا للجمهورية الاسلامية لا 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 انتهاك وهذا موضوع المرجعية استهداف المرجعية هذا قائم على قدم وساق المرجعية بشكل عام محاولة اضعاف قوة العلاقة ما بين المراجع مراجع الدين بوصفهم نواب للإمام المهدي الغائب عجل الله تعالى فرجه وما بين الأمة الناس في نفس الوقت هناك مؤسسات إعلامية أسست لهذا الغرض ليس فقط الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والجيوش الألكترونية وكل هذه المنصات التي يتم تتم إدارتها في داخل فلسطين المحتلة في دول أخرى مثل تيرانا كما ثبت مؤخرا عاصمة ألبانيا كيف يستخدم المنافقون جيوشا ألكترونية منصات ألكترونية لاستهداف الجمهورية الإسلامية وطبعا التركيز على مفاهيم القداسة والعلاقة ما بين المواطن في جمهورية الإسلامية وقيادته وشفت هذا تكرر كثيرا فيما يسمى بمظاهرات الحجاب اللي هي الثرابات ومحاولات لزعزعات الأمن عن طريق أيضا استهداف القداسة من ضمنها موضوع الحجاب وكانوا يقولون أن الحجاب إذا استهدف الحجاب إذا انتهت الحجاب إذا سقط الحجاب في إيران سقطت الجمهورية الإسلامية يصفونه بمثابة جدار برلين هكذا مراكز الأبحاث الأبريكية فالفيلم والمسلسلات والكاريكاتور تلعب دورا كبيرا في هذا المجال من هذا الواقع هناك معلومات مؤكدة تشير إلى أن هناك مؤسسات تلفزيونية قائمة بذاتها هذه الأفلام التي يتتم دبلجتها على مدار الساعة والكثير منها غزى مجتمعاتنا مجتمعاتنا العربية تحديدا بالمدبلجة وطبعا وتروج لمفاهيم ضمنها والتركيز هذه الأيام بشكل خاص على أمة الشواذ على أمة الفاحشة هل يعرفونها بشكل لطيف لبعض الوسائل حتى أولئك الذين يزعمون أنهم ينتقدون أو يرفضون هذا الموضوع موضوع الشواذ وأمة الفاحشة مع كل الأسف يستخدمون المصطلحات الناعمة وهذه الحرب الناعمة عن طريق المصطلحات الناعمة يغزوك وأنت تألف المعصية تدريجيا الألفة مع المعصية إلى أن تتعايش معها وتصبح واقعا واقع حال وطبعا المستهدفون الأساسيون هم الأطفال كما لاحظتم في الحلقات الماضية إذن كيف يمكن أن نرد على هؤلاء هناك من يعتقد أن يجب تجاهل هذه الحملات التي تجري خاصة في موضوع حرق القرآن لأنه تعطي للأفراد الذين يقومون بهذه العمليات بعدا كبيرا يحقق لهم الكثير من الأهداف الشخصية مثلا واحد يريد أن يحصل على اللجوء خاصة في قضية السويد بالمناسبة هذا الذي انتهك القرآن الكريم بغض النظر عن خلفيته وهل هو زرع في الأساس أو تم استخدامه هل هو مريض نفسيا لا 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 هذه كلها مفردات وتفاصيل أصل الموضوع هو يعني حتى روجوا إلى أنه والله هو كان هو إقامة ثلاث سنوات أو التي أعطيت له في السويد فعن طريق حرق القرآن الكريم ممكن الآن يقول أنا حياتي في خطر حتى يؤطى الإقامة الدائمة هذه كلها تفاصيل هذه التفاصيل يجب أن لا نغرق فيها تجاهل هؤلاء لا يعني أبدا أنهم سيكفون لأن هذا عمل مؤسساتي إذا كان عملا فرديا نعم يعني التجاهل يخدم هنا يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أميت الباطل بالسكوت عنه بس هذا الباطل مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة الإعلام والتعمد في نشر هذه العملية هذا الانتهاك عن طريق وسائل الإعلام والقلوات الفضائية التي تغزوك في كل لحظة في كل بيت موجودة لا يمكن أن تميت هذا الباطل بتجاهده إذن يجب أن ننتقل من الرد الشعبي العفوي والتلقائي إلى التنظيم وهذا ما أشارت له رسالة سماحة السيد الإمام علي السستاني إلى الأمين العام للأمم المتحدة عندما ألقى الكرة في ملعب الأمم المتحدة باعتبارها تضم دول أعضاء من مختلف العالم في هذه المنظمة الدولية وحملهم المسؤولية في إيجاد آلية آلية لمنع تكرار مثل هذه الإساءات هذا الانتهاك كلما يتكرر كما قلت لكم أحبائي كلما يجعل من السهل جدا على الشباب على المراهقين على الأطفال على الإنسان العادي بشكل عام لأن هذا يتأصل في اللاشعور وشوي شوي يتعود على هذه المعاصي على الانتهاك من انتهاك الورق من انتهاك المصحف إلى انتهاك المضمون المضمون هو فيه داخل القرآن الكريم يعني هذه المفاهيم اللي هم يعدين يعددون هذا الانتهاك بنشر أمة الفاحشة ونشر الشواذ في عالمنا إذن يجب توظيف التقدم التقني التقني في وسائل الاتصال والإعلام في التعريف بالإسلام أولا بكل اللغات الحية مو بس باللغة العربية ولا باللغة الأجنبية باللغة الإنجليزية بكل اللغات في العالم نحتاج إلى عمل مؤسسات كما هم يقومون بعمل المؤسسات يجب استخدام أيضا الوسائل القانونية والاستلاد إلى القوانين التي تجرم الإساءة إلى معتقدات الآخرين وتجرم العنصرية ونشر الكراهية في الغرب للرد على هذه الإساءات وتعلمون أن المادة الثامنة عشر من مثاق الحقوق الإنسان في العالم منشور حقوق الإنسان يمنع ذلك بس تعال شنون تفعلها يجب استخدام كافة أدوات التعبير السلمية حتى لا يقولون مرة أخرى أنه نحن نحذركم من إسلام إرهابي من فوضوي من منذ ردود لا لا هم يقومون بذلك هم يقومون بعملية الإساءة بعد أن هو نفسه يبعث عملاء وجواسيس لردود فعل خارج إطار الردود السلمية لتشويخ صورة الإسلام فإذن ضرورة الانتقال من ردود الفعل العاطفية إلى الفعل الموضوعي الشرعي وطبعا عدم اللجوء إلى التخريب وعدم التعرض للمعاهدين والمستأمنين وطبعا في حكم ذلك تدخل البعثات الدبلوماسية والسياح والخبراء الأجانب والإسلام فصل لنا كثيرا في هذا الموضوع أما استخدام اسلوب الإعراض في بعض الحالات نعم يفيد لكن لا يفيد عندما يكون هذا الأمر قد دبر بليل لمواجهة انتشار الإسلام الذي هو في انتشار ليظهره على الدين كله ابقوا معنا رسائل شانجهاي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في يوم الثلاثاء الرابع من تموز يوليو 2023 عقدت منظمة شانجهاي للتعاون اجتماعا عبر رابط زوم يعني اجتماع افتراضي مؤتمر افتراضي للدول الأعضاء في وقت حرج للغاية في ظل ظروف وتعقيدات دولية وحتى إقليمية عقد هذا الاجتماع وأعلن فيه قبول إيران كعضو دائم وبشكل رسمي في هذه المنظمة التي تسيطر على الكثير من اقتصاديات العالم طيب لماذا هذا الإصرار على اختيار يوم الرابع من تموز هذا يبدو الأمر عفويا لا لا الأمر ليس عفويا الأمر تم تنظيمه بشكل واضح من قبل خصوصا من قبل الصين وروسيا طبعا وتم اختيار هذا اليوم لكي يتزامن مع ذكرى استقلال الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1776 في مثل هذا اليوم الرابع من تموز تم اعلان الاستقلال الأمريكي أو اعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية وهي وثيقة تبناها الكونغرس القاري في الرابع من تموز 1776 كما قلنا لتعلن هذه الوثيقة أن المستعمرات الأمريكية الثلاثة عشر المتحاربة مع بريطانيا العظمى قد أصبحت ولايات مستقلة وبالتالي لم تعد جزءا من الامبراطورية البريطانية إذا يجب أن نقول بكل وضوح خارج الحدود وداخل الحدود أن الولايات المتحدة الأمريكية مع انضمام إيران بشكل رسمي إلى عضوية منظمة شانجهاي هي الآن في وضع لا يحسد عليه لأن عضوية إيران في شانجهاي مع حلول يوم الاستقلال الأمريكي تأتي ردا بشكل واضح على استفزازات الولايات المتحدة الأمريكية لروسيا وللصين بشكل خاص خاصة إذا تذكرون في قضية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان ضموها إله ضموها إله وقالوا علنا الآن الصين يتحدثون محلليهم يتحدثون دبلوماسيهم يتحدثون يقولون أن عضوية إيران الشاملة في منظمة شانجهاي بشكل كامل تزامنا مع يوم الاستقلال الأمريكي في الرابع من تموز يوليو شكلت هذه العضوية رسالة من روسيا والصين إلى واشنطن في ظل المنافسة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين وعندك أوكرانيا وعندك الملفات الإقليمية التي انحرجت فيها الولايات المتحدة الأمريكية من الانسحاب الأمريكي العسكري من أفغانستان وقرب أفغانستان من خاسرة طريق الحرير طريق واحد وحزام واحد ومن انكفاء المملكة العربية السعودية التي توصف الشريك الاستراتيجي الدائم للولايات المتحدة على ملفاتها خاصة في الموضوع اليمني هذا أيضا يجب أن نتحدث عنه لاحقا ليش تأخره؟ تأخره أقوله إعلان السلام بشكل دائم في اليمن بس حاليا حاليا هناك هدنة طويلة في اليمن هناك اعتراف من المملكة العربية السعودية بأنها تحولت من دور المقتحم الذي شن حربا عبثية على اليمن إلى دور الوسيط هكذا يعرفون أنفسهم ومن التوجه الواضح والصريح والعلني إلى حليف إيران وروسيا سوريا الجامعة العربية توجهت هي التي ذهبت إلى الرئيس بشار الأسل وغيرها من المفردات والملفات حتى في لبنان وفي لبنان طبعا التأخر يأتي في الموضوع الشغور الرئاسي لأنه فرنسا عنصر أساسي أيضا في هذا الملف وهذا يعكس لك الصراع أو الخلاف بين الأوروبيين والأمريكان في ملفات مختلفة لكن هذا كله يسجل وفي العراق أيضا الانكفاءة التعايش الأمريكي مجبر أخاك لا بطل مع حكومة فيها تشترك فصائل من المقاومة على من؟ هذا انكفاء إذن فإن انضمام إيران إلى منظمة شانجهاي يشكل علامة واضحة على تغيير أو تغيير التوازن الجيوسياسي في المنطقة والعالم وهذا بالتأكيد سيعزز موقف روسيا والصين في المنافسة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع حلف شمال الأطلسي النيتو وطبعا في المقابل أيضا بالتالي يجر إلى تعزيز موقف إيران وحلفائها وأصدقائها في المنطقة في السابق أحبائي كانت روسيا والصين تتعاملان بحذر مع انضمام إيران إلى ملظمة شانجهاي نعم روسيا والصين ويجب أن لا ننسى أن روسيا والصين في فترة من الفترات لو لا هما لما صدرت ستة قرارات دولية من مجلس الأمن الدولي في فرض عقوبات أممية على إيران فيما يتعلق بالملف النووي والبرنامج النووي علوهم ممارسين حق النقض والفيتو ما كان صدرت تلك القرارات الدولية أقول كانت روسيا والصين تتعاملان بحذر مع انضمام إيران إلى منظمة شانجهاي لكن صمود إيران أمام الولايات المتحدة الأمريكية صمود إيران أمام ما سمي بسياسة الضغط الأقصى شجع الروس باعترافهم باعتراف لافروف وشجع الصين أيضا على المضي في سياسة تحدي الحروب الاقتصادية والتجارية وحتى السياسية والعسكرية في أوكرانيا التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية أحبائي أن شانجهاي هي منظمة إقليمية أسسها قادة كازاخستان، الصين، كرغزستان، روسيا، طاجكستان، أوزباكستان في العام 2017 في 9 يونيو يعني حزيران وقعت هذه الدول الأعضاء قرارا ينص على تأييد انضمام الهند وباكستان بشكل رسمي إلى المنظمة وفي سبتمبر أيلول 2021 بدأت إجراءات وانضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية والآن في يوم الثلاثاء الرابع من تموز أعلن بشكل رسمي عن انضمام إيران في هذه المنظمة لأن انضمام إيران إلى أضوية المنظمة يؤكد رغبتها يعني رغبة منظمة شانجهاي في تعزيز التوازن وفي تنويع أنشطتها الاقتصادية والدبلوماسية خاصة وأن هذا الإعلام جاء بعد الوساطة الصينية التي حصلت ما بين إيران والمملكة العربية السعودية فيما يتعلق باتفاق بكين والمصالحة التي تمهد أيضا إلى بناء منظومة اقتصادية كبيرة جدا في المنطقة لا أقول خارج إرادة الولايات المتحدة الأمريكية لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن لا تخرج من هذه المنطقة لكن هذا يضعف قدرتها قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على فرض إرادتها في مناطق مهمة خصوصا في منطقتنا من وجهة نظر طهران نأتي الآن قبل أن نختم يعد الحصول على العضوية الدائمة في منظمة شانجهاي للتعاون التي تعتبرها الجمهورية الإسلامية ناديا مهما جدا للقوى غير الغربية نعم مثلا مثل الهند عدها علاقات بالولايات المتحدة الأمريكية لكن الكثير من الدول أحبائي وهذا ما يجب أن نسجله هنا في هذه العجالة الكثير من الدول تفتش عن مصالحها لا تخضع بالضرورة لإرادة الولايات المتحدة الأمريكية حتى المملكة العربية السعودية الآن قالت للولايات المتحدة الأمريكية نحن يجب أن نفكر بمصالحنا لكن لا نغيب عن التواجد أو الحضور معكم في مشاريع مختلفة ومنها طبعا مسألة التطبيع مع الكيان الصهوني هذا يجب أن يشجع العراق لكي يتخذ مثل هذه السياسة الآن المملكة العربية السعودية قدمت طلبا إلى شانجهاي قدمت طلبا إلى بريكس لأن هذه المنظمة لها تأثير إيجابي قوي على التعاون الاقتصادي الإقليمي والتبادلات الثقافية في منطقتنا ويجب أن نتشجع نحن أيضا لكي ننضم إلى مثل هذه المنظمات بعيدا عن سياسة المحاور ونظام الاستقطابات الإقليمية والدولية هذا ممحور هذا التعاون الاقتصادي نعم هو يحمل مضامين سياسية ورسائل سياسية لأن الوضع هو هكذا يعني أنت لا تستطيع تفصل كل أمورك عن السياسة تعزز من اقتصادك تقوي من إرادتك السياسية وتفريض إرادتك السياسية على دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية إذن انضمام إيران لمنظمة شانجهاي هي رسالة قوية جدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية تبقوا معنا عملية قبرص التي قادها ويقودها الموساد في إيران في مسرحية شريرة أخرى زعم الموساد الإسرائيلي أنه اعتقل واستجوب عميلا إيرانيا وراء هجوم مزعوم ضد يهود إسرائيليين في قبرص لكن التحقيقات التي قمنا بها والتقارير التي نشرتها أيضا بعض وسائل الإعلاب الإيرانية المتخصصة في العمل الاستقصائي أكدت لنا أن هذه الرواية هي مجرد مسرحية كاذبة كاذب كما يحصل دائما في مثل هذه الروايات البوليسية الهوليوديا لكن لماذا لجأ الموساد هذه المرة إلى مثل هذه الكذبة ولماذا يتبنى الموساد بشكل رسمي هذه الكذبة وهذه المسرحية مع ملاحظة أن الموساد دائما يستخدم سياسة الغموض في العمليات التي ينفذها منذ تأسيس الدولة التي تسمى حديل إسرائيل على أرض فلسطين الحبيبة هو يستخدم استراتيجية الغموض يعني يقتل ولا يعلن ينفذ عمليات ولا يعلن اختيار العلماء منذ التأسيس وحتى يوم كهذا ولمأنوين عراقيين مصريين إيرانيين وغيرهم عمليات تخريب تفجير بعض المراكز اليهودية يقوم الموساد نفسه وبعدهم شفته قبل أيام أحد المؤرخين اليهود العراقيين الأصل كتب كتابا عن العمليات التي قادها الموساد في العراق عمليات سرية لإجبار اليهود العراقيين على الهجرة اعترف هو الموجود حاليا يسكن هناك صحيح درس في بريطانيا بعدين لكن هو يهودي ويهودي صهيوني يعني يأتي يوم بوجود الكيان الصهيوني على كلهم أقول هناك ظروف أجبرت هذا الكيان الصهيوني على افتعال هذه الأزمة واحدة منها طبعا كما تعلمون هو هذا الوضع الداخلي الذي يعيشه الكيان الصهيوني القلق جدا والحرج جدا والذي ينبئ بنهيار الكيان الصهيوني من الداخل كما لاحظتم في المظاهرات يعني هذا يسمون موضوع الحصانة القضائية وتفكيك المجتمع بين قوسيا الإسرائيلي من الداخل الموضوع الثاني هو التكهنات والتسريبات التي حصلت فيما يتعلق بعودة الولايات المتحدة الأمريكية صاغرة إلى الاتفاق النووي رغم كل محاولات الكيان الصهيوني ثني الإدارة الأمريكية عن العودة لكن حصلت هناك مؤشرات السيئة العودة ممؤكدة بس هذا الذي ينشر في وسائل الإعلام الأمريكية وتصريحات لمسؤولين أمريكيين عن مثل هذه العودة وأكو مؤشرات موضوع تبادل السجناء الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في العراق وفي كوريا الجنوبية بإذن من الولايات المتحدة الأمريكية بل يقال أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعطي إيران أموالا كتعويض عن بعض الخسائر التي لحقت بها جراء ما يسمى بالعقوبات غير الشرعية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة أحادية على إيران على إيتي حال وطبعا هناك عمليات أخرى فضحت للموساد الإسرائيلي موضوع غرق قارب في إيطاليا ومقتل ضابط كبير في الموساد وكانت هذه يعني هذا القارب كان يحمل ضباطا من الموساد الإسرائيلي كانوا بصدد كما يقولون هم يعني وسائل الإعلام الصهيونية ووسائل الإعلام الإيطالية أنه كانوا بصدد إحباط محاولة لتهريب مواد تستخدم في برنامج إيران النووي هكذا يقولون بس بالنتيجة اعترفوا بمقتل ضابط كبير في الموساد كثير من مثل هذه الأمور دفعت الموساد لإفتعال هذه القصة حتى يقول لك احنا موجودين واحنا أقوياء شنهي القصة؟ القصة أنه يابا وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول تم اعتقال أو احتجاز يوسف شهبازي عباس علي لو الذي ظهر في مقطع فيديو يقولون في إيران يقول لك احنا أقوياء وصلنا إلى داخل إيران قال فيه أنه مكلف من قبل إيران بتنفيذ الهجوم في قبرص لاستهداف بعض السياح ورجال الأعمال بين قوسين الإسرائيليين بحسب الفيديو وقال يوسف شهبازي عباس علي لو أنه تلقى أسلحة وتعليمات من الحرس الثوري الإيراني لقتل رجال أعمال إسرائيليين في الجزيرة القبرصية الصغيرة إيراني لأنهم فشلوا في دفع الدول الأوروبية بعد قرار البرلمان الأوروبي باعتبار هذا الحرس الثوري منظمة بين قوسين إرهابية فشلوا في دول مثل بريطانيا فرنسا ألمانيا وباقي الدول الأوروبية قالت احنا ما نتمنى هذا المشروع أن نعتبر الحرس الثوري منظمة إرهابية لأن تداعيات خطيرة لكن وقت إيران قالت نحن أيضا سنعتبر كل الجيوش الأوروبية هي أيضا منظمة جماعات إرهابية يعني معنا تستهدف في كل مكان وتجيب ليل واخذ عتابه فبغض النظر عن أبعاد هذه المسرحية الهوليوودية جاءت قصة الرواية الإسرائيلية في وقت كما قلت لكم ذكرت فيه العديد من وسائل الإعلام الغربية أن طهران وواشنطن انخرطتا في محادثات غير مباشرة لتهدئة التوترات والتوصل إلى تفاهم غير مكتوب حول مجموعة من القضايا الشائكة ولاحظتم يعني انعكاساتها في موضوع التقارب الإيراني السعودي في التقارب السعودي العربي السوري في ملفات كثيرة حتى في اليمن وفي لبنان يعني هناك توجه نحوحا للمسألة بالرغم من العراقيل الفرنسية وعلى الرغم من أن إيران والولايات المتحدة لم تكونا قريبتين من الصفقة النووية تحديدا بدأ المسؤولون الإسرائيليون في بكاء الذئب كما يقول الإيرانيون في بعض وسائلهم العالمية قالوا إنهم ضد أي اتفاق مع إيران بعدين نجي واش قالوا ما يخالف بما أن هذا الاتفاق هو تفاهم جزئي بسيط إحنا ما راح نعارضه واش قد حدده وسنتخذ نقوم بعمل أحادي شاركة أمريكا ما شاركت سنضرب المنشأة النووية بعدين نجي نتنياهو طلع وزير الدفاع وقالوا يا بل إحنا سنخضع للأمر الواقع بس افتحناوا هذه القصة حتى يجيوا لك ويقولوا لك بأنه نحن لا نزال أقوية وحتى يخوفون غير الإيرانيين فبصرف النظر عن الكذب الإسرائيلي يبدو أن قصة يوسف شهبازي عباس علي لو قد طرزها الموساد بطريقة بائسة لأنه تأكد لنا وتأكد لوسائل الإعلام التي قامت الإيرانية كما قلت لكم التي قامت بتحقيقات استقصائية أن هذا الرجل يوسف شهبازي عباس علي لو هو في باكو في أذربيجان عندما نشر لك هذا الفيديو نقول استقصائي يعني جوازه قائمة المسافرين متى غادر إيران كلها مسجلة ومثبتة تؤكد أنه بما لا شك فيه أن هذا القاتل المزعوم غادر طهران متوجها إلى باكو في الخامس عشر من مايو أيار الفين وثلاثة وعشرين على متن رحلة الخطوط الجوية الإيرانية سبعمية وتسعة وأربعين وحققوا وهذا يعني أن يوسف شهبازي عباس علي لو لم يكن في إيران منذ منتصف مايو وأن قصة الموساد حول اختطافه واستجوابه داخل إيران غير صحيحة على الإطلاق السناهيكة على أنه ليس له علاقة بالحرس الثوري لأسه بعدين هذا راح تشوفون شنو الشغل اللي يطلع من وراء رأسه واللطيفة أن هذا يعني الأمر جاء أيضا بالتزامن مع إعلان إيران عن تفكيك شبكة من الموساد تعمل في داخل الجمهورية الإسلامية وكشفت الكثير من المعلومات التي كانت يعني التي تورط طبعا الموساد الصهيوني وما جرى في المظاهرات السابقة التي تحدثنا عنها سابقا محاولة زعزعة الأمن في داخل الجمهورية الإسلامية ودور الموساد في ذلك بشكل أساسي طبعا إلى جانب جماعات استخبارات غربية كما لاحظتم فمن هذا الواقع طبعا أيضا تأكد لدى الجمهورية الإسلامية بعد اعتقال هذه الشبكة وتفكيكها أن هناك جهاز مخابرات أجنبي الإيرانيين ما علنوا عنه كان يجمع بيانات عن الإيرانيين الذين يغادئوا إيرانيين اللي يدخلون ويخادرون البلاد وخصوصا المسؤولين وبشكل أخص الذين عملوا في ملاصب حكومية مهمة أو يعني بإمكان أن يصلوا إلى بعض البعلومات الحساسة هذا شغل أجهزة المخابرات الأجنبية اللي الجمهورية الإسلامية لم تعلن عن هذه الجهة طبعا هي غربية وربما أيضا الموساد لكن قالوا أن بعض الأعضاء مرتبطين بالموساد قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية أنها نجحت في العثور على شبكة من الوسطاء يعني عملاء والوكلاء التنفيذيين يعني عملاء الذين كانوا يجمعون المعلومات من عدد من المؤسسات والوكالات المهمة في داخل الجمهورية الإسلامية حاول هؤلاء بشكل غير صحيح استخدام قواعد بيانات هؤلاء في هذه المنشورات والصحف الإسرائيلية التي يجري نشر هذه المعلومات حتى تعطي انطباع والله أرى هذه المعلومات صحيحة إذن هذا الشخص ربما يكون هو فعلا ضابط لدى الاستخبارات أو لدى الحرس الثوري الإيراني وهذا التركيز لخلق مسرحيات مماثلة ربما تتكرر في الأيام القليلة القادمة لكن كل هذا يعني أن الجمهورية الإسلامية قوية وبخير ولاحظتم حتى في موضوع المنافقين في تيرانا يذرون الكثير من أجهزة الكمبيوتر لجماعة المنافقين اللي يسموهم مجاهدي خلق التي اقتحمتها الحكومة الألبانية في تيرانا وأخذت هذه الأجهزة الكثير من الهارد تيسك وصل إلى الجمهورية الإسلامية وكشفت الكثير من المعلومات التي إن شاء الله سنتعاون معكم في نشري ما يتعلق منها في العراق لأن منظمة مجاهدي خلق الأرهابية قامت بأعمال أرهابية داخل العراق بالتعاون مع نظام صدام المجرم شكرا لكم في أمان الله شكرا لكم